بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في سورة المدثر وصلنا إلى قول الله تعالى ثم قتل كيف قدر نحن قلنا في البداية يعني لما أعطى رأيه الوليد وقلنا فيما ذكره الزمخشري في ثلاثة أقوال وقلنا آخرها كان أنه الزمخشري قال أنهم أخذوا يهتفون قتل كيف قدر تعجبا من هذا الرأي الذي كان في في رأيهم أنه مصيب جدا حيث أنه أعطى لهم العذر أمام العرب أن يقولوا مثل هذا الكلام ولا ينتقد عليهم أحد ولكن الوليد في نفسه كان يعلم أن هذا الكلام غير صحيح لكنه يعني قال هذا الكلام لما انتقده وانتقدته قريش لمدحه القرآن وقد قال في القرآن كلاما أظيما كما سبق أن ذكرنا ثم قتل كيف قدر قال الإمام الرازي وذكر ذاكي من عاشور قالوا إعادة الجملة والفاصل بينهما ثم تدل على الترقي في المرتبة فأي أن الثانية دعاء عليه أشد من الدعاء في الأولى أنه قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر أي أنه أي تقدير قدر بهذا الكلام حيث أنه كما قلنا لو قال شاعر لكذبته العرب فإن العرب تعرف الشعر وتحسنه ولو قالوا كاذب وهذا يعني لا يستطيعون قوله لأن يعلمون أنه كان يقولون عنه الصادق الأمين ولو قالوا عنه كاهن فإنه لا يفعل فعل الكهان ولو قالوا عنه مجنون فإنه لا يتصرف المجانين وكيف بمجنون أن يأتي بمثل هذا الكلام فلم يبق إلا قضية السحر الذي اخترعه الوليد ووافقته عليه قريش قال ثم قتل كيف قدر كأنه يعني القرآن يصف لنا مراحل تفكير الوليد كما ذكر ذلك الإمام الرازي قال أنه فكر ودبر ونظر وهذه كانت المراحل القلبية التي مر فيها الوليد في تفكيره ماذا يقول في القرآن قال ثم قتل كيف قدر وقلنا ثم هنا للتراخي الرتبة وليس للتراخي الزمني نعم تراخي الرتبة قال ثم نظر أي نظر والنظر إذا جاء النظر هو توجيه الآلة إلى الشيء نقول نظر فإن أدرك ما نظر نقول أبصر فإن فرح بما أدرك نقول آنس كما قال سيدنا موسى إني آنست نارا أي نظرت ورأيت ففرحت بما رأيت فعبر عن ذلك بالإيناس نعم قال ثم نظر والنظر إذا جاء يعني نظر في الشيء أي فكر فيه فيعني نظر في الأمر تفكر فيه قال ثم نظر أي ثم نظر أي ثم فكر وقدر واستعمل النظر بدل كلمة فكر لأنه كأنه أراد أن يعني استزاد من قضية التفكير لو قال فكر لكان الأمر في ذهنه فقط لكنه نظر كأنه نظر إلى العواقب ودرس الأمر دراسة دقيقة وهذا كله يدل على عمق حقده على الإسلام وحقده على محمد صلى الله عليه وسلم قال ثم نظر لأنه نقول نظر في ونظر إلى يعني نظر في الأمر أي تفكر فيه ونظر إلى الشيء ربما موجه إليه الآلة نعم ونظره أنظره بمعنى انتظره نعم ونظر إليه بمعنى رحمه أيضا تأتي ثم قال هم ثم نظر ثم عبس وبسر ثم عبس العبوس عبس يعبس عبوسا وهنا بمعنى قطب ما بين عينيه التقطيب ما بين العينين يسمى عبوسا أي عبسة على هذا المعنى والعبس أصله أصل اللفظة هو تجمع الأبوال تجمع الأبعار الدواب أو أوساخ الدابة وأبوالها على ذنبها فيقولون العبس على هذا المعنى فالعبس هو تجمع البعر أو الأوساخ مع بول الدابة على ذنبها فهي تنفضه عن ذنبها فهذا يسمى العبس هذا في أصله عبسة أي كأنه تجمع وقطب وجهه أو جمع ما بين عينيه كأنه على هذا المعنى الدقيق قال قال الليث من أهل اللغة قال والعرب تقول عبسة إذا قطب ما بين عينيه فإذا أظهر أسنانه مع تقطيب العينين يقولون عنه كلحة فإذا اهتم وفكر يقولون بسرة فإذا غضب يقولون بسلة يعني عبسة ثم كلحة ثم بسرة ثم بسلة نعم وسنتكلم عن الألفاظ هذه قال ثم عبسة وبسر وبسر قلنا البسر هو استعجال الشيء قبل أوانه ومنها بسر الفحل الناقة إذا ضربها في غير وقت ضبعتها يوم غير وقت الضبع هي شهوة الناقة أي كأنه غصبها على ذلك الأمر على غير إرادتها أو على غير رغبتها فكل أمر يستعجل قبل أوانه يسمى بسر ومنه التمر الذي لم ينضج بعد يسمى بسرا على البسر عفوا لأنه يعني كأنه استعجل قبل أوانه وقبل أوانه نضجه ونرجع لكلمة عبسة قال هنا ثم عبسة قال الإمام الرازي وتبعه في ذلك جمع من أهل الألم من المفسرين قالوا هذا يدل على أن الوليد كان يعلم في حقيقة نفسه أن الذي يقوله هذا ليس من قلبه أي ليس مقتنعا به إنما قاله عنادا وكفر العناد هو أشد ما يكون من أنواع الكفر لأن هناك كفر عن جهل وكفر عن علم وعناد فالوليد كان كفره كفر عناد لذلك كان يعلم أن القرآن حق ودليع لهذا ما مر في الروايات فيما صح أن النبي عليه السلام كان يوم يقرأ حاميم فوصل إلى قول الله فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فقام إلى النبي فقال وانشدك الرحمة يا محمد أن تسكت عن هذا أي أنه لا تكمل القراءة وقيل كان النبي يقرأ في سورة أخرى غير هذه السورة لكن المقصد أنه كان يعلم أن هذا النبي حق والدليل على هذا أنه قال في القرآن قولا لم يقله أحد من قبله في الثناء على القرآن وبيانه أيضا من مكانته وكان يعلم أنه ليس من كلام الإنس ولا من كلام الجن ولا من كلام الملائكة وبسر كما قلنا على هذا المعنى معنى أنه يعني استعجل استعجل في إبداء رأيه لأن القوم كانوا ينتظرون فالتأخر يعني يدل على قلة عقله وقلة تفكيره فأراد أن يعني يستعجل في استخراج الفكرة وليس المراد الاستعجال في الزمن إنما الاستعجال في كثرة التفكير والدلالة على هذا أنه جاءت ثم الأخرى ثم أدبر واستكبر نعم فقال إن هذا إلا سحن يوتن فقال للدلالة على السرعة أنه قال من غير أن تختمر في ذهنه أو يقتنع بصحتها نعم قال وبسر على أنه الاستعجال لكثرة التفكير فكأنه كان ما شغل بشيء إلا كنشغاله في التفكير بما يرد على النبي عليه الصلاة وبما يصف القرآن الكريم في ذلك نعم ربما البعض يقول إذن قال ووجوهن يومئذ باسرة ما معنى باسرة هنا قالوا هنا باسرة أي معنى أنه تعرف ماذا سيقع عليها من العذاب فيستعجلت الألم واستعجلت ما يصير إليه المعذب قبل أن تعذب بدلالة ماذا الآية التي بعدها قال تظن أن يفعل بها ثاقرة فهي تعلم أنه سيفعل بها ثاقرة أمرا عظيم يكسر فقار الظهر فهي تتألم وتتعدب قبل أن يصل إليها العذاب نعم قال ثم أدبر واستكبر ثم هذه اللحظ أنه يلاحظ من ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس ووسر ثم أدبر واستكبر هذه الثم تفيد على أنه أخذ باستعجاله في التفكير وكثرة تفكيره في الترقي من حالة إلى حالة في البحث عن شيء يؤذي به دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حتى هداه شيطانه أوحى له شيطانه بأنه يقول عن القرآن أنه سحر يؤثر قال ثم أدبر واستكبر هو حقيقة يعني يقال أقبل لأنه لما نظر وعبس وبسر فهو أخذ يفكر ثم بعد ذلك أقبل على القرآن أقبل ليقول شيئا فيه ولكن القرآن ما وصفه بأقبل إنما وصفه بأدبر والإشارة في ذلك إشارة غاية في اللطف والجمال أن لفظة أقبل فيها معنى شيء من الخير والله سبحانه وتعالى ما أراد أن يصفه ولو بكلمة واحدة فيها معنى الخير لذلك قال أدبر بدل أن قال أقبل وهذا شبيه بما ذكر الله سبحانه وتعالى عن فرعون لاحظ أن الله سبحانه وتعالى مع فرعون ماذا قال قال ثم أدبر يسعى وقال العرب تقول أقبل يسعى لكن قال أدبر يسعى لأنه ما أراد أن يصف فرعون بالإقبال لأن لفظة الإقبال فيها شيء من المدح والثناء ولكنه قال ماذا قال أدبر يسعى الاعتبار حتى لا يصف بلفظة فيها من المدح والإدبار معروف الإدبار وأن تولي شيء دبرك ولذلك التدبر مأخوذ هو النظر في عواقب الأمور كما قلنا والتفكر هو النظر في أوائلها قال ثم أدبر واستكبر قالوا أدبر أدبر يعني على معنى أنه أدبر عن الإيمان ربما إذا أخذناها بناحية أخرى أو بمعنى آخر أدبر عن الإيمان أدبر عن القرآن أدبر عن رحمة الله أدبر عن محمد صلى الله عليه وسلم أدبر عن المؤمنين كل هذا المعاني ممكن في لفظة أدبر لكن على من قال أنه لم يصفه بأقبل يعني ذلا له ومهانة له أن يصفه الله بكلمة فيها من الثناء قال ثم أدبر واستكبر لاحظ أنه أدبر بفعله أو بفكره الأصل الإدبار يكون للحركة وقد يستعمل أيضا في الأمور المعنوية نقول يعني كما قال الله سبحانه وتعالى في الذهاب والإدبار قد يستعمل فيما هو مادي وقد يستعمل فيما هو معنوي لاحظوا مثلا في قول الله سبحانه وتعالى للقوم الذين أخذوا يقولون عن القرآن الكريم أنه إنه من كلام يعني من كلام بشر فقال الله سبحانه وتعالى فقال فأين تذهبون هم لم يكونوا ذاهبين على الحقيقة ماشيين على الحقيقة لكن يقولون يعني أين تذهبون أي أنه ذهبتم بكلامكم مذهبا بعيدا كالذهب بعيدا ولذلك البعد البعد يستعمل فيه اللغة مرة على الأمور المادية ومرة يستعمل على الأمور المعنوية بعدا للقوم الظالمين أي ابتعدوا عن رحمة الله ابتعدوا عن الخير ابتعدوا كما قال كما بعدت ثمود أي أنه أهلكت لأن استعمل بعيدة على معنى الهلاك والموت نعم قال ثم أدبر واستكبر كلمة استكبر كلمة الاستكبار كما قال الله عن إبليس أبى واستكبر قال أبى بفعله أبى بفعله واستكبر بنفسه أبى بفعله بعدم السجود واستكبر بنفسه فقالوا هنا ثم أدبر أدبر بفعله واستكبر بنفسه أن يكون تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام قال أبى قال ثم أدبر واستكبر بعد أن أدبر واستكبر في نظره وفي تفكيره يبحث عن ماذا يقول في النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا فقال إن هذا إلا سحر يؤثر فقال إن هذا أي ما هذا إلا سحر يؤثر قضية أنه فقال أي أنه مهما فكر يعني ربما قائل يقول هذه ثم تدل على التراخي وعلى الزمان وإن قلنا كلمة بسرة فيها معنى الاستعجال لكن الاستعجال يصرف على سرعة التفكير وليس على الاستعجال الحقيقي يعني أنه لكثرة ما فكر فكأنه استعجل التفكير لكثرة ما فكر في ماذا يقول في القرآن لكن جاءت النتيجة فقال ربما يسأل فيقول يعني ما الحكمة أنه قال فقال لما لم يأتي ثم قال حتى يكون متناسق مع الأمر نقول لأنه مهما فكر لو فكر العمر كله وفكر هو ومن معه ومن في الأرض جميعا فكل كلامهم عن القرآن سيكون طيش ويكون هباء فكأنه قول مستعجل وإن تأن به سنوات لكنه سيكون قول مستعجل من قال في القرآن أنه قول البشر لذلك أو قال أنه سحر لذلك عبر عن سخافة ذلك القول بلفظ يفيد الاستعجال كأنه ما تروى ولو تروى بحق ونظر إلى القرآن بحق لعلم أنه من كلام الله سبحانه وتعالى فقال إن هذا أي ما هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا سحر يؤثر والسحر كما قال الإمام القرطبي أصله التمويه والتخيل والسحر في الأصل في اللغة هو ما لطفه ودقه من الأشياء الشيء اللطيف الرقيق يسمى سحر ولذلك يسمى وجه الصباح سحر على اعتبار لطافة الجو ولطافة الضوء فيسمى سحر ويسمى أيضا صدر المرأة أعلى صدر المرأة السحر تقول سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري أي هذه المنطقة التي تكون رقيقة عند صدر المرأة والسحر أيضا فيه كما قلنا في معنى الخداع والتساهل في الأمر والانخداع فيه كما قال مرأة القيس أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب عصافير وذبان ودود وأجرأ من مجلحة الذئاب ويسمى السحر سحرا على اعتبار أنه يدخل على الإنسان بلطف وخفاء ليس المعنى اللطف معنى المدح لا اللطف بمعنى الذي يعني الشيء الذي لا يدرك فيطلق على هذا المعنى ويطلق على هذا المعنى قال إن هذا إلا سحر يؤثر أي هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم سحر حيث يفرق بين المرء وزوجه ويفرق بين العبد وسيده ويفرق بين الولد وأبيه فهذا سحر يؤثر والأثرة هو الأصل الأثر هو بيان بيان موضع القدم الأثر وبيان موضع القدم هذا يسمى أثرا ثم استعمل في كل شيء قد مضى فيسمى آثارا على اعتبار أنه شيء قد مضى وهذه العلامات والمئثرة هي الحديدة التي تسم العرب بها الدواب تسمى مئثرا لأنها تترك أثرا في الدابة والمئثر لا تطلق إلا للخير في أكثرها ويقول آثر فلان على فلان آثره إذا كأنه فضله على نفسه وهذه من يعني المآثر كما يقولون فلان آثر فلان على نفسه أي كأنه فضله وقدمه على نفسه والأثر قلنا غالبا يعني أن نقول حديث مأثور أي مروي عن قوم قد ماتوا فكأنك تذكر آثارهم تذكر ما الخطى التي ساروا عليها فقالوا إن هذا إلا سحر يؤثر أي أنه هذا أمر أثره وأخذه عن غيره ففي من أخذ عن غيره قيل أنه كان هناك عبد حضرمي يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا أنه النبي أخذ من هذا العبد الحضرمي وهذا طبيعي يعني قالوه مجرد لأجل العناد فقط وإلا لو أخذ النبي منه شيئا لقال ذلك العبد الحضرمي بدل النبي هذا الكلام وقيل أن أخذه من كاهن حضرمي أيضا وقيل أن النبي عليه الصلاة والسلام منهم وزاد عليه وبنى عليه ومنهم ما قال على أنه سحر يؤثر على أنه من سحر أهل بابل أنه أخذه عن أهل بابل فأثره عنهم حيث أنزل الله الملكين ببابل هاروت وماروت نعم قال سحر يؤثر ثم قال إن هذا إلا قول البشر أي ما هذا الكلام الذي يقوله محمد صلى الله عليه وسلم إلا قول البشر والبشر هو لفظ من ألفاظ الجماعة ومنهم من قال أنه يراد بالبشر خاصة الناس أو بني آدم على الخصوص لأنه يسمى الإنسان بشرا لأن له بشرة مختلفة عن غيرهم الحيوانات الذين لهم الصوف أو الوبر أو الريش من الحيوانات فسمي البشر بشرا لأجل هذه المسألة وقيل سميت المباشرة مباشرة بين الرجل وزوجته لالتقاء البشرة وسميت البشارة بشارة لأنها تظهر على البشرة يعني تظهر على البشرة فسميت بشارة قال إن هذا إلا قول البشر واختلف أهل التفسير في قضية أنه إن هذا إلا قول البشر هل يقصد به الإنسان فقط أم يدخل في ذلك الجان كلمة البشر لا يدخل فيها الجان قطعا وهذا الذي عليه جمهور أهل اللغة أما كلمة الناس مختلف فيها هل يدخل فيها الجن أم لا فقد أورد الإمام الفراء وذكر ذلك الشنقيطي وذكر ذلك أيضا القاسمي وغيرهم من أهل العلم والشربيني قالوا على أنه كان قوم من العراب جلوس فمر جماعة فوقفوا على خيمتهم على باب خيمتهم فقال لهم من أنتم قالوا ناس من الجن ولذلك قالوا ممكن أن يطلق على الجن رجال وممكن أن يطلق عليهم ناس أما إطلاق البشر عليهم فهذا أمر يعني لم يذكره أهل اللغة قال إن هذا إلا قول البشر إنما يعني كما قالوا إنما يعلمه بشر أي أنه النبي أخذ ذلك القرآن عن بشر مثله وكذبهم الله سبحانه وتعالى فقال الرحمن علم القرآن لاحظ أن الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن أنزل القرآن يعني الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وأنزل القرآن وأنزل الفرقان لكن في هذه الآية قال الرحمن علم القرآن ردا على من قال إنما يعلمه بشر نعم ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أنه اللسان الذي جاء به هذا النبي هو عربي مبين أنه كيف تقولون يعلمه بشر سواء كان عجميا أو غير عربي وإنما جاء القرآن بلسان عربي مبين قال إن هذا إلا قول البشر أي قول مخلوق من المخلوقات وليس كما يزعم محمد أنه يأتيه من ربه ولذلك تحدى الله سبحانه وتعالى الكاثرين تحداهم على أن يأتوا بمثله وأن يأتوا بقرآن مثله وأن يأتوا بعشر سور من مثله ويأتوا بسورة من مثله بل ذهب الإمام الرازي قال إن الله أنزل القرآن أكثر من ستة آلاف آية وتحدى الله أن يأتوا بسورة من مثله وأقل سورة هي ثلاث آيات أي كأن الله تحدى المشركين بألفي آية ألفي آية تحدى المشركين أن يأتوا بمثل هذا القرآن قال سأصليه سقر والإصلاق هو جعل الشيء على النار مباشرة ويطلق على معنيين إما على معنى التدفئة قال بجذوة من النار لعلكم تسطلون أي تتدفؤون بها كما ذكر ذلك موسى عليه السلام لزوجته ولمن معه أو يأتي التصلي تأتي على معنى الإحراق قال ابن عاشور قال إذا جاءت مفعول ثاني غالبا يراد منها الإحراق قال فسوف نصليه نارا أي نحرقه بالنار وكذلك في هذه الآية قال سأصليه سقر أي أنه سأحرقه بالنار فالتصلي تأتي على هذا المعنى إما على معنى التدفئة وإما تأتي على معنى الإحراق وقلنا أصلها هو تقريب الشيء على النار مباشرة يسمى تصلية فهذا معنى سأصليه أي سأجعله يحتلق في النار قال وسقر أما لفظة سقر وقيل سقر وصقر وقيل زقر على البعض في الغريب قالوا من تقليب الألفاظ وإبدال بعض الحروف كالسقر وسقر وزقر نعم قال سأصليه سقر وقال السقر هو تلويح الشيء وسقرته الشمس إذا غيرته أو إذا سودته لكثرة ما يكون أمام الشمس فتكون تحرقه الشمس وتؤذيه وتغير لونه فهذا معنى السقر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابي قال سأصليه سقر وكما قلنا يعني سقرته قال مجاهد قال أذابت جلده وقيل أذابت لحمه وقيل لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيما بعدها قال لا تبقي ولا تذر أي أن لا تبقي له حياة ولا تذر له موتا فإذا مات أعاده الله وسنتكلم بتفصيل على لا تبقي ولا تذر وفي قول الله تعالى سأصليه سقر ما زال في الكلام بقية نتوقف إلى القدر إن شاء الله على أن نكمل معكم في الدرس القادم إلى ذلك الموعد نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة